اهلا بحضراتكم من جديد قبل الفصل كنا بنشرح لكم طبعا وضحنا لحضراتكم ايه قصة الايه البسكتبول افريكا ليج والدول الافريقي وبالنسبة مجموعة النيل ان شاء الله هتبقى في ابريل بعد رمضان على طول هتستضفها مصر بإذن الرحمن وهيتأهل اول اربع فرق لنهايات اللي هتكون في رواندا ومجموعة الصحراء هتشتغل في مارس القادم مارس ده خلاص ده مارس ايامه يبتدي يعني بعد يومين ثلاثة هتلاعب في مارس وهيتأهل منه ايضا اربع فرق بكرا ان شاء الله عندنا دور التمانية في كأس مصر للسيدات الاهل ومصر التأمين المبارسة تقام غدا بإذن الرحمن على صالة الشهداء بمقر نادي الالي بالجزيرة في تمام الساعة السادسة ومناسبة ان شاء الله هنزيها لحضراتكم هذه المباراة على شاشة قناة النادي الالي طبعا النشاط كان متوقف لانه كان منتخب مصر بيشارك في تصفيات المنطقة الخامسة الافريقية واستطاع انه يفوز بالمركز الاول وتأهل وطبعا دي اميرال اشرف بنتنا بنت النادي الاهلي وفي احد مباريات المجموعة الخامسة وولادنا ولاد النادي الاهلي او بنات النادي الاهلي حققوا الحقيقة جوائز فردية رانيم الجداء واللي فازت بلقب الهدفة واحسن لعبة واحسن لعبة ارتكاز في البطولة ونادين السلعاء واللي فازت بهدفة الرامي السلسية واللعبة دي رجعت وخدت وقت من الراحة وبدأوا يركزوا تاني مع الفرقة بقيادة المدير الفني القدير الكابتن طريخ خيري وبيستعدوا بكرة الاولى المنافسات الكأس مصر التأمين فريق محترم فريق كويس مباراة مهمة يمكن يشفع لنا كثيرا ان القرعة وقعت المباراة او خلتنا نلعب على ملعبنا في صالة الشهداء نتمنى ان شاء الله السنة دي نمشي بشكل جيد انا عايز اقول لكم ان الفريدة حصلت بطولتين حتى الان وهي بطولة المرتبط وايضا السوبر المصري يتبقى والمنطقة دي هات بطولة انا اسف يعني ناجي بيصلح للمعلومة ثلاث بطولات وبطولة المنطقة ويبقى بطولتين كأس مصر وبطولة السوبر السوبر ان شاء الله احنا برضو ماشيين فيه كويس جدا حيعملين سكواد كويس ولكن يمكن خسرنا جهود اتنين لعبات نور علي طلعت وهالة شعراوي لنهاية الموسم شديد الوافد صار اسامة من يارى اسامة ناسف يارى اسامة من قادمة من نادي زمالك في صلق الاتقال حر اتعوض قليلا غياب طبعا الاتنين ولكن اتمنى ان شاء الله عودة الفريق كامل قريبا باذن الرحمة